انا فقط زوز ملاحظات هو القرارات السياسية الكبرى تطلب استفتاء قرار تجريم التطبيع من المفروض يتهزل الاستفتاء للشعب اما قرارات الاصلاحية في علاقة بالتربية كذا تطلب بالفعل استشارات يجب الناس تشوف التوجهات العامة يمكن القرارات السياسية والسيادية تطلب استفتاء انا معاك اما مش نعملوا استشارة على تجريم التطبيع نعملوا استفتاء هذا يطلب موقف كما هذا اثنين رأوا الاجر الادنى للتونسي باش ما ننسوش زاد احنا نعطو في ارقام في المانيا قداش يخلصوا في فرنسا راهوا الاجر الادنى يظهر لي حكاية اربعمية وسبعين دينار ولا يظهر لي اقل لا لا في خمسمية وزي الاجر الادنى لا لا اربعمية الناس محفر الرقم هذي مؤخر ل معناها في الاجر الادنى المعلم معناها في الاجر الادنى معتها راهوا فضيحة معتها التأجير في تونس نهاري كل الناس كل تحكي على كتلة الاجور وعندنا برشة موظفين في المنطقة روما نش بش قارنوا بوروبة روما نقارنوا بالمغرب وبالجزار وبالمحيط منطعنا هي راهي في تونس في الجانب هذي ثاني حاجة انا مش نسهل سؤال في حداث سبتمبر الفين وثلاثة وعشرين وزير التربية هذي محمد علي البغديري اللي هو نقابي في مؤتمر صحفي احكا على الترفيع في اجور المدرسين النواب من سبعمية وخمسين دينار ايه قلناها خليفة راف اما دي ما تسعى شهر بل كما غير انتداء مع ظمان الطغطية الاجتماعي اللي هو تقريبا ترسيم اربعتاشن الف ومتين وثلاثة وتسعين عون وقتيا منهم اتناش نلف مدرس هامي صحات الغموض هذي اللي ما تفهمهاش في الجانب هذي دو الصديق اللي كان يحكي من قاسرين يحكي من الفين وستة انا على اقل من ضمن الاتفاقيات اللي وكبتها من المفروض الدفع لولا بتاع الفين وثمانية يكون لتسوت وضعيته معتها انا بيدي مستغرب كميش اللي ما تسوتش وضعيته هو من الفين وستة خليفة في السجوندير تسوت رو ايه في النواب اللي ابتدائي لا لا زوز زوز هما لانهم بالتوازي رو النقاشات مع الابتدائي مع الاسادم من المفروض من الفين وثمانية الدفعات هذي كانت تسوت هما يذر لي يحكيوا على الدفع الرابعة رو وصلنا في الجانب هذي في التسوية معتها نقطة استفهام كبيرة برش رو احنا ما نش مختلفين في الوضعية البائسة اللي عاشوها المعلمين النواب احنا مختلفين في طرق الخروج منها وانا على الاقل رأيي نعتبر الاستشارة بمحدودية المشاركين فيها انا نعتبرها خطوة مهمة جدا في اطار اصلاح المنظومة التربوية اللي هي اللي خلت المعلمين والنواب كما كاك لانه لو انه ثم على الاقل الاصلاح وثم رؤية تعليمية لاجياء كاملة اول على سلم اولويات الناس هذي يتحط بالاعتبار هو المدرس والتلميذ لانه هذا بالزوز تقريبا ينمثل جوهر العملية التربوية اللي هو التلميذ واللي هو المدرس ما نقوش مدرس في وضعية اجتماعية كما هذي ياخذ من اخوه ياخذ من اخته وتحبه يعطي منتوج فهنت ولا تعليمه مهم جدا ويدخل بنفسية قادر مش يقره اتنان ذا ويعطيهم حاجة اضافة هذي من ضمن اولويات الاصلاح التربوي اللي يلزم يصير في اقرب وقت اللي هي تتحصل وضعية اعنا زوز السر بجمعين في البلطور